تعرف حبائي بأكد مرة تانية لم يأتي المسيح ومعه جدول أعمال سياسية لأنه قال مملكتي ليست من هذا العالم هإن ملكوت الله داخلكم وملكوت الله ليس أكلا وشربا بل بر وفرح وسلام في الروح القدس فالمسيح لم يعد في الجنات ولم يعد في النساء ولم يعد بأي ممتلكات أرضية بل بالعكس وعد في ثمن لكل من يتبع يسوع المسيح لم يقم بالغزو أو الاحتلال عن طريق الحملات العسكرية بل لم يرغم أحدا على اتباعه بل كما ذكرت على النقيد علم عن التكلفة ودفع الثمن الباهض لمن يتبعونه فإذن لمن يتبعه فمنلاحظ حتى في الكتاب المقدس كتير تركوا يسوع المسيح لأنه قالوا هذا التعليم صعب فحتى بتشوف بشيء واضح فلم يعنفهم ولم يستردهم أو يرجعهم بالسيف ولكن المسيح علم أنه إذا في أي شخص بيتبعه عليه أنه ينكر الذات ويحمل الصليب نعم أحبائي الصليب قبل التاج والمجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر